يو جيمور السلام عليكم فيديو جديد مع الكنج أفضل فيديو اليوم باش نحكم فيه على أرخص جيمينج بي سي بكرت ارتي اكس 3000 وفي آخر الفيديو باش نأخذوا نبذة على الأداء متاعكم فيك اللي باش نحكم عليها في الفيديو لذا كملوا الفيديو اللي اللي اختار ما تنسوا شكالعضة لايك شار سبسكرايب لأي تساؤلات من جلال هاردوير جيمينج فيسبوك لانستغرام ديسكورد تيك توك في الديسكريبسيون ونعملوا لايف كلها رسبت ولا أحد مع تسعة ونصف العشرة نجابوا فيها على السلام عليكم اللي عندها برشة أسألة جيستي حضروا لايك أرخص كونفيك تنجم تحصلها بكرت من فئة الارتي اكس اللي يدعم الريترايسنج وديال اساس أكيد كونفيك بالارتي اكس 3350 عملت الدورة على أشهر السيتات اللي نحكي عليهم ديما باش نحكي كان على السيتات اللي حصلت فيهم كونفيك رخيصة كارت ارتي اكس 3050 ولا 2060 وبداية مع السيتينيزيانات حصلنا بسعر 1599 دينار بواتي الزيجماتيك نسخة الوايت الديزاين تحت تحفون الوايت يخرج التفاصيل اللي موجودين في الكيس كامليين نشوفها خير من نسخة البلاك البلاك تحسسها حاجة عادية ولا استاندار خيار شخصي تنجم حتى تطلب منهم يبدل لك البلاك إذا ما عجبتكش الوايت شوفوا معهم هذا أول خيار لكي نحكي عليه بروستر اي ثري عشرة مية مش نسخة الاف العشرة مية يجي زايد كارت انتل اتش دي جرافيك انتجريفي وسط على نسخة الاف الميزة في كروت انتل اتش دي المدمجة في المعالجات يمكن الميزة الوحيدة كونهم فيهم الهاردوير انكودر متاع انتل الكيو سينك تحفون بالنسبة للناس اللي تخدم على الادوبي ممتاز بحكم الادوبي اوبتمايز الكروت انتل المدمجة ولا حتى الكروت الخارجية اللي ظهرت مؤخرا نواصل معالج اربع عنوية ثمانية مسارات وبتربوها الاربع في ثلاثة جيجا هرس ممتاز للالعاب مع الكرت اللي في الكونفيق هذي تنجم تستريمي بيه بحكم الكرت هنا عندنا الاماساي ارت ايكس ترتي نسخة البنتوس دول فان كرت التحفون ممتاز يدعم ريت ريسنج ديال اساس ريت ريسنج اللي يخلي تجربة الجرافيك احسن وبالنسبة للالعاب اللي تدعم ريت ريسنج ما بيش يخسركم اف بياس وهنا تظهر قوة ديال اساس ليعوذكم لخسارة متاع الاف بياس على حساب الجرافيك ولا على حساب تجربة ريت ريسنج بالنسبة للالعاب اللي تدعم ريت ريسنج وتدعم ديال اساس حتى يكون ديال اساس موجود معاه باش يحد من خسارة الاف بياس بحكم الريت ريسنج مطلب على الكروت 6 جيجا رام اللي هي ولد حاجة دول شانل هني كعبتين رام فريقونس لا ثلاث ومائتين ميجا هرس بسعة 8 جيجا للقطعة الواحدة 16 رام تنجم تستريمي بها الكونفيك بحكم ان الكرت في هاردوير انكودر يعاونك في الستريمينج في الورك بصفة عاملة يستحق انكودينج وديكودينج يعاونك في الريكوردينج اذا انت تحب تسجل الالعاب اللي تلعبهم تحب فيديوهات ويعاونك في الرندرا متاع الفيديوهات ويربحك وقت وينقصك الضغط على المعالج والحاجة الاهم اذا حبيت تستريمي بالكونفيك تنجم تستريمي بحكم الضغط كله بشي يمشي للهاردوير انكودر متاع الكرت الجرافيك ويخلي البروستار يخدم مرتاح بحكم البروستار هنا اربع انوية ثمانية مسارات برك مادر بورد اماسي اتش خمسمية وعشر الام اي اي برو تحفونا بالنسبة ال اي ثري تنجم تطور عليها اي فايب جيل عاشر ولا اي فايب في جيل احداش تنجم تركب عليها بروستارات اقوى من اي فايب جيل عاشر وجيل احداش كمال اي سابن جيل نبدأ على امكانية التطوير على المادر بورد هاتي و بور سبلاي ايروكول 550 وات سيرتيفية 80 بلاس برونز يقضي الغرض ويخدم الكونفيك بدون مشاكل ويتيح لك امكانية التطوير الكروت اقوى في المستقبل كما الارتي اي سترتي سكستي اي سترتي سكستي اي سترتي سكستي اي سترتي سكستي تي اي بحكم ما همش مطالبين من ناحية الباور سعر الكونفيك مبتز جدا الخيار اللي بعدها بنفس المواصفات منسية ميجا بيسي كريتوس 2 i3 10105 و ليس نسخة الاف كارت انتل اتش دي مدمج اللي هي ميزة تحفونا سيرتو اصحاب الناس اللي تستعمل ناوي تستعمل الكونفيك على الادوبي تعاون برشة الهاردوير انكودر متى انتل اللي موجود في الانتل اتش دي الانتجريتد يعاون برشة بحكم اوبتمايزد ابليكيسيونات الادوبي اوبتمايزد الميزة الثانية في المعالج هنا كونه يأتي زي دي ميجا هيرتس في تيربو بوست و في البيس كلوك يوصل الى 4.4 جيجا هيرتس اللي لا تفرقش برشة على نسخة اي3 اللي قبله عندك ميجا هيرتس زيادة نفس الكارت غرافيك الدول فان و 6 جيجا رام الماثربورد H410M HV2 ماثربورد هذه حدها اي3 عمليا تركب عليها اي5 جيجا بحكم اي5 جيجا كاقسى اي5 جيجا اي5 جيجا هذه ممتازة بالنسبة الى اي3 فقط ستوكاج SSD NVMe 500 جيجا الـ Spotium SSD تحفون نستعمل فيه حاليا ممتاز من ناحية السرعات الـ Power Supply من MSI 550W Certified 80 Plus Bronze ممتاز امكانية التطوير نفس وممتازة وممتازة MSI Forge 110R جمش من قدام لتحصل الـ Airflow الماثربورد الـ HASH 410 وممتازة الـ الـ HASH 510 M-A Pro من MSI السعر ممتاز 1569 دينار خيار ممتاز من ناحية السعر واخر خيار متاح من سيت اس بي اس مغير كرت انتل اتش دي مدمج تربول 4.4 جيجا هيرتز وكرت RTX 3050 نسخة سوتاك جيمينج سنجل فان SSD 240 جيجا من HP SATA SSD وكرت مر الـ ASUS H410 نسخة الـ V2 من ناحية السعر بحكم الخيارات التي قبلها سعرها 1659 دينار واخر خيار ممتاز متوسط من ناحية السعر وكرت المواصفات جيد من ناحية المواصفات جيد من ناحية المواصفات كرت الـ 2062 سوبر وهو أقوى بفرق ممتاز على RTX 3050 بحكم الخيارات بحكم الخيارات بحكم الخيارات 2.8 جيجا SSD وكرت الـ 2060 سوبر من 3D شركة جيدة توفر خيارات ممتازة من ناحية السعر وكروت RTX بأسعار منافسة جدا برابور لبراند الأخرى هذه الميزة الأهم فيها من ناحية الـ design ومن ناحية التبريد أقل من البراندات المعروفة هذا لا يمنع كونها تبقى خيار ممتاز في نهاية المطاف كرت من كروت انبيديا جي بيو وهو 2060 سوبر من تصنيع انبيدي وماذر بورد اتش 410 اللي هي مش محطوطة هنا اتش 410 من ازرو ماذر بورد تكفي الـ i3 ما هيش امكانية تطوير فيها محدودة ماكس اي 5 جي لعاشر وبور سبلاي ايرو كل 550 وات 80 بلاس برونز سعر زائد 40 دينار المتازة جدا للجيمينج ستريمينج تجربة DLSS ري تريسنج الجو متاع نفيديا وستوديو كل بما فيها الفازات متاع الـ background والأي كونتاكت والجو هكا كل اللي تابعه في العيبات اللي لايف اللي نعملهم فاهمين فاش نحكي اللي سانسيال هذا اخر خيار يعتبر احسن خيار فيه من كل من ناحية تلقيمه مقابل السعر ونخليكم مع اداء الـ config i3i G10 و RTX 3050 على اشهر الالعاب ولو انا فيديو قديم شوية يمكن اغلبكم شافوه بذكر الـ cyberpunk على low setting ما غير ما حكيت عن الـ DLSS الـ DLSS اللي هو يعاوذك من ناحية الـ QT و من ناحية الـ refresh rate فالالعاب اللي يدعموا ديال اساس باش تكون تجربة احسن برشة بحكم ديال اساس باش يخلي تجربة متاع الجرافيك ممتازة ويخلي تجربة الـ refresh rate smooth نفس السين في الـ cyberpunk على الـ ultra setting طاح الـ refresh rate تقريبا للـ 60 متوسط الـ fps 62 الموازنة دي ما تكون هيك طلع الجرافيك فتح لك الـ fps طلع الجرافيك يطلع الـ fps يلزم تعمل موازنة بيناتهم باش تحصل احسن تجربة احلى و احسن جيم قاعدنا نلعبها الـ periode الاخرى وهي الـ overwatch نجم تحصل على الـ ultra setting full hd اكثر من المية و خمسين فريم ايزي الـ ultra full hd اميزنج وتعطيك تجربة ممتازة واحدة من احلى الالعاب الـ competitive وعلى الـ code war zone قادر تحصل اكثر من المية فريم على الـ ultra setting full hd مع DLSS quality اللي هو باش يعطيك boost fps ما غير ديال اساس ما تحصلش الـ refresh rate هذا على الـ game مطالبة كما code war zone ولا code war zone 2 نفس الكلام ينطبق عليه من الزلط اميزنج 100fps على الـ ultra setting تنجم تطيح في الـ setting وتحصل اكثر من 150 فريم على ميديم سيتنج ولا تعمل competitive setting لتراوح بين الجرافيك وعلى ghost wire tokyo واحدة من الالعاب الممتازة من ناحية ray tracing على الـ ultra setting full hd ray tracing high وديل اساس قواليتي تحصل 60fps ومتوسط الـ fps يعطيك تجربة ممتازة وستين فريم سيفيزون باش نجم تلعب بجيم كما هيك ومورك تمام تمام وغود وفور على hi setting dlss off fsr off حصلنا اكثر من 60 فريم على hi setting full hd نجم تحصل اكثر من 60 اذا حلت ديال اساس ولا الـ fsr واحدة منهم اللي يخلك تلعب الـ refresh rate من اللي تحصلة في الحالة العادية وبالنسبة الـ horizon zero dawn 1080p ultra حصلنا 60 فريم بالراحة 60 فريم بالنسبة للجيم كما هيك باش تستمتع بالغرافيك وبالنسبة للجيم كما هيك على hi setting full hd 85 فريم متوسط الـ fps ممتاز تلعبها على 60 فريم تنجم تلعبها easy وطبعا فمها فرق بين gta v gta v online و gta rp الـ rp تخدم easy على الـ config تحصل تجربة ممتازة عليها بات فيها مشاكل في السرفرات مش ملكون فيك وبالنسبة racing game عندنا forza horizon 5 على ultra setting full hd حصلنا 84 فريم easy جوها احلى جو على ultra setting اللعبة تنجم تلعبها على 60 فريم بالراحة تنجم زدت تهبط لهاي setting حطر مفهوم شفرق بين high والإلترا وتحصل تجربة ممتازة من ناحية refresh rate اللي مايفرقش بارشة بالنسبة لل racing game اكثر من 60 فريم تلعبها بالمرتاح smooth و جوها كحلى جو بالنسبة للعشاق fortnite على performance mode full hd حصلنا اكثر من 120 فريم متوسط الـ fps بين 220 اكثر في حالة او في بعض البلايس والمافيوز حتى الـ 270 فورتنايت لا يوجد طابل من ناحية الـ optimization مضروب ودخل فيها بات performance mode تخلي اللعب او تخلي تجربة تكون smooth اكثر عليكم في كمه هكا بيك تانكس and peace